اهلا بكم بالمجازة الرياضي عقد مجلس الإدارة المالية بين اتحاد الكرة السعودية السابق والحالي اجتماعا للوقوف على كافة التفاصيل المالية عن الفترة من الشهر السابع وحتى الشهر الثاني عشر من عام 2016 وبعد الاطلاع على كافة التقارير المالية اصدرت محظر استلام وتسليم اتفق خلالها على ان مجموعة الاصول المتداولة بلغت اكثر من تسعة وثمانين مليونا ومجموعة المطلوبات المتداولة تجاوزت مئة وعشرين مليونا واكد مجلس الإدارة المالية انه يوجد عجز برأس المال من قائمة المركز المالي باتحاد الكرة بمبلغ ثلاثة عشر مليونا خلال فحص المستندات والتقارير المالية للفترة المشارة اليها فقد اكد المجتمعون من سلامة جميع الاجراءة المالية التي تمت خلال الفترة المذكورة ينطلق غدا الاربعاء معسكر المنتخب الوطني الاول لكرة القدم وذلك استعدادا للمشاركة في الفترة الاولى من البرنامج الاعدادي الخاص وبمواجهة المقبلة ماما استراليا في الثامن من شهر يوني المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفية الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 وسيستمر المعسكر في الفترة من العشر الى السابع عشر من مايو الجاري وتقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع انديتهم بعد نهاية الدوري جميل للمحترفين ومن المقرر ان يبدأ المعسكر بتجمع اللاعبين في الرياضة حيث سيخضع كافة اللاعبين الى الفحوصات الطبية فوروصولهم الى المقر الى قامة من قبل الجهاز الطبي ومن اجل وقوف على جاهزية المنظمين خسر التعاون مواجهته امام استقلال طهران الايراني بهدفين لهدف في ختام مباراة دوري المجموعات لدوري ابطالياسيا وبهذه النتيجة ينهي التعاون مشاركته بالبطولة الاساوية في المركز الثالث بلاحة الترتيب تفرق المجموع الاولى بخمس نقاط كما لحق الفتح مصير التعاون بتوديعه للمسابقة بربعية الخيال قطري ليتجمد رصيده عند ستة نقاط احتل بها المركز الثالث اعتبر رئيس نادي النصر الامير فيصلة ابن تركي ان ما حدث عقب الاحداث التي شهدت دير بالاخيرة في ليلة تتويج الهلال بلقب مسابقة دوري جميل للمحترفين من السماح لجمهير الهلال بدخور مدرجات النصر امر مرفوضا واكشفت دارة النادي عبر بيان اصدرته ان جميع الجهات التي شاركت في الاجتماع الذي تم قبل المباراة لم تلتزم به وهو ما ستسبب في تعرض جمهير النصر للاذاء وان هذه الاحداث لم تكن متوقعة على الاطلاق نتيجة الترتيبات المسبقة والتي تم الاتفاق عليها بمقر اتحاد الكرة وباستاذ الملك فهد وبحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة اختتم بيان النصر باتخاذ كافة الاجراءة اللازمة لحفظ الحقوق النادي وجماهيره ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيما حدث ذكرت انباء صحفية ان ادارة نادي الهلال قد اكملت اتفاقها مع المدرب الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز من اجل تمديد تعاقده لمدة موسم واحد مقابل مليون ونصف المليون دولار جاء التمديد لدياز بعدما قاد الفريق لتتويجه بلقب دوره جميل للمحترفين بعد غيابه لخمس سنوات كما قاد الفريق لتاهلي لدور 16 من دور ابطال اسيا ونصف نهاية كأس الملك ومن جانبه سيرفع المدرب الارجنتيني خلال الايام المقبلة تقريرا للادارة بشأن قائمة اللاعبين الذي يود استقدامهم او الاستغناء عنهم استعدادا للموسم المقبل هذا وذكرت انباء صحفية ان دياز يرغب بالابقاء على القواني نيكولا ميليسي والسوري عمر خريبين لموسم اخر تحزم اشتوج الوشح للموسم المتاحل